ترحيل العراقيين من ألمانيا شنو الموضوع بالضبط مظاهرات الجالية اليزيدية أمام البرلمان الألماني في برلين كلام السفير العراقي في ألمانيا بخصوص استقبال العراقيين المرفوضين بخصوص ترحيل السري وترحيل الجماعي كل هاي رح نحكيه بهذه الحلقة بس اللي عليك اتشاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى اللايك والاشتراك والمشاركة على المواقع التواصل الاجتماعي دعم القناة وبنفس الوقت حتى لكم يستفيد إن الموضوع صدق مهم أكو فيديوهات انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي ولكن ممكن معلومة تنشر يعني صحيحة فاليوم قلت خلي أسوي فيديو ونحكي بخصوص ترحيل العراقيين وشنو الموضوع بالضبط خلي ندخل التفاصيل أول شي لحد الآن ماكو ترحيل جماعي صح أكو حالات فردية صارت تم ترحيله من العراق يمكن عددهم من 7 إلى 10 15 عشرين مؤثر ولكن يقال أنه رح يصير ترحيل العراقيين بالألاف طبعا حسب كلام السفير العراقي اللي موجود في ألمانيا رح نسمع الكلام المقطع أو تصريحات السفير العراقي ونرجع لكم خلي نسمع والوزارة أيضا كخارجين على تواصل مع داخلية الألمانية حول الولايات حول قسم عنده هناك هجرة قسم طوعيا يرجعون للعراق ونتحاضر معهم التحدي الكبير متعلق بعدد العراقيين المرفوضة طلباتهم وهم بالألاف هذا الرقم مو قليل إحنا إذا نتعامل مع الألمان أنه ينظرون بأولويات إعطاء أولويات لهذا الملف التعاون معهم إذا أرجعوا له على الرجوع للعراق أنه إحنا كبلد عراق مفتوح لهم أي عراق يرجع إحنا نرحب به فهذا الحوار موضوع معقد كما تعرف موضوع يطلب من عندنا أن نتعامل مع كل ملف على حدة كيف تتعامل الحكومة الألمانية مع طالبين لجوء من الإنزيدين؟ بالنتيجة هناك إجراءات طبيعية للدولة الألمانية وهناك قضاء ألماني إحنا كحكومة عراقية نرحب كل عراقي يرجع وبنفس الوقت إذا العراقي قرر أن يعيش خارج العراق الحكومة العراقية تعطي يعني كحرية السفر حق مفتوح بالدستور كيف تتعامل الحكومة مع أولاد وعوائل الدواعش اللي مثلا في ألماني تمام طبعا مثل ما شفته هو قال نرحب بالعراقين اللي يريدوني يرجعوني للعراق يعني أنا قدر أقول أنه هو موافق يصير ترحيل العراقين المرفوضين اللي صاروهم سنة سنتين ثلاث سنوات موجودين في ألمانيا ولكن انتوا شفتوا على التك توك يمكن أو على يوتوب أو على الفيسبوك الجالية اليزيدية اللي العراقيين صاروهم أكثر من أسبوع سووا إضراب عن الطعام سووا مظاهرات أمام البرلمان الألماني في برلين لأنه الصدق يقال أنه رح يصير ترحيل العراقين المرفوضين أنا أتمنى ما يصير هالشي يعني أخاف أحد يقول أنت مع القرار لا أنا موجود في بلجيكا مستعش سنة وأتمنى الخير للجميع ولكن لحد الآن ما يكون ترحيل جماعي وأنا ما أعتقد برأي الشخصي أنه يصير ترحيل سري لماذا؟ أول شي الحكومة الألمانية لا ستستحي منها وتخاف منها إذا تريد تسوي ترحيل إذا سفير العراقي مثل ما رأيته يقول أنه نحن نرحب بالجميع إذا صارت ترحيل ورح أخلي مقطع المظاهرات الجالي اليزيدية في ألمانيا طبعا هناك الكثير من مقاطع بس تكتب المظاهرات اليزيدين مثلا بالتكتوك في برلين رح يطلع هواية مقاطع من الصدق الموضوع منهم جدا وأتمنى ما يصير ترحيل وأتمنى من العراقين الموجودين في ألمانيا وعايشين خاصة قريب على برلين إن كان مرفوظ أو إن كان عنده إقامة يساند أخوانهم اليزيدين العراقين بخصوص المظاهرات حتى يصير وقف قرار ترحيل العراقين بخصوص العراقين الموجودين مثلا حاليا داخل العراق ويريدون يجون إلى ألمانيا أنا برأيي شخصي إذا يجون بطريقة قانونية مثلا يدخل اللغة يتعلم اللغة الألمانية ويخلص المستوى ويجي بطريقة قانونية يعني مثلا عن طريق فيزة البحث عن العمل أو بطريقة مثلا عن طريق التدريب المهني أكو طرق موجودة بطرق قانونية يعني خلي نقول خلي نمطيكم موضوع ابن عم أبويا صار لخمسة سنوات بألمانيا طبعا هو كان يشتغل قانوني أكو حالات يصير بألمانيا حتى إن كان مرفوظ إلا حق يشتغل قانوني ويمكن عن طريق شغل يأخذ إقامة وأبن عم أبويا بعد خمسة سنوات يعني قبل فترة أخذ إقامة في ألمانيا صح حاليا عدد المرفوظين هواية في ألمانيا ولكن مو كل شخص يجي حاليا يأخذ إقامة أكو هواية ناس وهاني اعتقد من سنتين من ثلاث سنوات من أربع سنوات أكو ناس يعني ما عدوا من إقامة ولكن يشتغلون في ألمانيا قانوني ويعني يكملون حياتهم بشكل طبيعي طبعا أكو هواية عراقين ما يريدون يرجعون إلى العراق يعني يمكن حياتهم بخطر بخصوص وضع الأمني في عراق طبعا أكو عراقين بصراحة ما يريدون يرجعون إلى العراق يعني يمكن حياتهم بخطر يمكن مهددين حتى لو الوضع الأمني في العراق بشكل عام أنه الوضع آمن تعرفون شوف المنظمات اللي موجودة في العراق أكو منظمات أكو من المتحدة دائما تنطي تقارير للوزارات الخارجية مثلا إن كانوا وزارة خارجية البلجيكية وزارة الخارجية الألمانية هم يعرفون الوضع أكثر مني ومنك أنت من تجي تقول أنا مثلا بالعراق ما عندنا خدمات ما عندنا شغل شوارعنا موزينا هذا مو يعني هذا ما إلا أي علاقة بخصوص الوضع الأمني بالعراق الوضع الأمني من يكون حياتك بخطر من يكون أكو حرب مثل ما هستي يصير بفلسطين يعني أنا أعتقد هستي مثلا من يجي شخص من فلسطين خاصة من غزة يجي يقدم على الإقامة رح ياخذ على هاي الأساس لأنه حياتك بخطر هناك فأني برأيي الشخصي العراقين اللي ياخذون إقامة ويرجعوا للعراق حتى يشوفون أهلهم قرائبهم أصدقائهم يمكن هالشي أثر أكو عراقين ياخذون اللجوء السياسي ويرجعوا للعراق مثلا من المطارات البلجيكية من المطارات الهولندية والسويسرية والفرنسية طبعا أنا ما ألهم أحد أكو ناس صار لهم عشر سنين ما شايفين أهلهم يمكن هالشي أثر على ترحيل العراقين ولكن حتى العودة الطوعية يمكن يأثر على الترحيل العراقين بس أنا ما ما رح ألهم أي شخص أكو ناس يجيون مثلا يبقون بألمانيا ما يأخذون الإقامة سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات فيرجعون أكو ناس ما يرجعون أنا كان عندي صديق ببلجيكا أجي أخذ إقامة هاي قبل تقريبا شيء خمس سنوات أخذ إقامة ورجع إلى بغداد قلت ليش رجعت يقول والله ما عجبني الحياة الاجتماعية وكل شيء يعني ولا شيء عجبه ببلجيكا قال خليه يرجع لبغداد أحسنني وأخذ إقامة مع الأسف المهم يعني أكو ناس مرفوضين يرجعون العراق وأكو ناس مرفوضين ما يرجعون العراق إنه ما يحبون يرجعون وأكو ناس عندهم يقامة رجعوا العراق بشكل طوعي وأكو ناس عندهم يقامة مثلا اللجوء السياسي ويرجعون يشوفون أهلهم وقرايبهم أنا ما راح ألهم أي شخص كل واحد وحياته وهو حر قبل ما تنتهي الفيديو خلينا نشوف مظاهرات الجالية اليزيدية أمام البرلمان العراقي في برلين مثل ما شفت بالفيديو بخصوص المظاهرات الجالية اليزيدية في برلين عاصمة ألمانيا طبعا أتمنى من البقية العراقين إذا صارت مظاهرة جديدة يعني اتشاركون أخوانكم حتى يعني بلكي إن شاء الله تصير يعني وقف ترحيل العراقين ثاني قلت خلي أسوي هذا الفيديو البسيط أتمنى يعجبكم وإذا قدكم أي استفسار اكتبونا بالتعليقات خلي يكون موضوع حلو للنقاش ويكون موضوع التعليقات يعني محترمة حتى لكل يعرف واتمنى اللي موجودين من ألمانيا إذا صارت مظاهرة يسوون يعني يساندون البقية العراقين حتى إن شاء الله يصير وقف الترحيل ورح نسوي جزء ثاني بخصوص الأودو الطوعية بخصوص أسباب اللي يمكن يؤثر يعني رح نحكي تفاصيل أكثر فلا تنسون النشر على الموقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله رح نسوي فيديوهات أكثر بخصوص أي شيء تريدوها اكتبونا بالتعليقات تحياتي لجميع